اشتركوا في القناة 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 خبرنا شوي ليه هل قد مركزين على لبنان لحتى تستقبل يمكن اطبع من كل العالم مضبوط مرسي لسؤالك نحن بتعرفي خلقنا باللبنان درسنا باللبنان بلشت مسيرتنا باللبنان ولبنان بالقلب وهذا الشيء نحن نفتخر فيه بالنسبة لنا هيدا رسالة انه نرجع على لبنان كل سنة ونحاول نشارك مع الأطباء الموجودين هوني ولا بالدول العربية ولا من كل عنحاء العالم انه نعمل نوع مثل كولتور نعم ونشارك هذه السقافة اللي احنا تعلمناها اللي هي تكنولوجي واللي عم نعلمها برا انه نستفيد منها هوني وبالنتيجة يستفيد من المواطن اللي بحين 400 طبيب بتجبون على لبنان بهالظروف اللي احنا عم نعيشها مضبوط هي زروف صعبة وهي منطقتنا لسوق الحظ عطول في عنا انفورسين زروف ما منقدر واحد يسيطر عليها بس بالنتيجة اذا احنا موقفنا بوجه الظروف هاي وما حطينا اجرنا بالارض وما عملنا اللازم ينعمل بالنتيجة ما حدا بيبقى هون هلأ الاطبه هنه 400 طبيب من خارج لبنان واكيد فيه اطبه من لبنانية مضبوط فيه اطبه محليين مثل ما حضرتك تفضلتي وفيه اطبه كتير من خارج لبنان منهم من الوطن العربي من العراق من سوريا منهم من ايران منهم من تركيا منهم من اوروبا ومنهم من امريكا اوكي هلأ عم نشوف السور التطبيقية هاي المرحلة التطبيقية اللي عم تحكوا عنا مازبوط شو عم نشوف؟ هوني مثل ما انا شايفين عم نطبق على جسد الانسان نفس العمليات اللي هنه نعملها بتقنية جديدة واللي هي تعتبر من العمليات الطفيفة يعني المنملي انفيزف وهي عمليات يعني سهلة اصدق مانا سهلة بس قليلة الجرح يعني بالنتيجة هي فرق ما نعمل بالعملية التقليدية كنا نفتح الظهر بشكل كتير كبير ومع فتح الظهر بشكل كبير بيجي معه تأثريت على العضلات والأعضاء اللي هي حول العمود الفقاري بتتأثر وهاي بتأثر على المعافات طبع المريض الطريقة الجديدة اللي عم نتبعها الانية هي عم نعمل نفس العمليات بسقوب صغيرة لنخفف هال الكولاترال دامج مثل الليزر الليزر بحد ذاته هو منه يعني منه هو البرتيل الأساسية بالعملية إنما العملية هي الهدف تبعه إنه نقدر نعمل نفس النتيجة نوصل لنفس النتيجة اللي بنعملها بالعملية التقليدية ولكن بسقوب صغيرة حتى المريض تفضل سوري بس قبل ما يقطعوا الصور بدي أعرف شو عم نشوف هال الأدوات شو الجديدة بضع من الأدوات اللي بنستعملها متل ما انك شايفي هادي عملية ديسك معمولة بأقل من ثلاثة سنتيمتر جرح هادي متل ما اننا شايفين هوني مريض عنده عوجيج بالعمود الفقري بشكل متقدم وهادي كمان نفس الشي ومتل ما منشوف بالصورة هادي كيف نحنا بنعمل العملية بشكل سقب صغير من الخسر منفوت متل ما اننا شايفينا هال على الأميكن اللي مداليين عليها مضبوط التقليد باللون أسود هو بالنتيجة تشوفي الكونورجانس طبع البوان هي مترح من نعمل انسيزيوم اما الجرح ومن خلال هالجرح هذا الصغير بنقدر نتوصل نعمل تارغتينج نصل لكل عصب اللي هو معصوص عليه بالنتيجة بأخذ العملية متل ما يشوفينا هدا الجرح الوحيد بخصرة الإنسان يعني لك هالعملية قد كبيرة بمقابل جرح كتير صغير اللي هو هادي العملية أكتر من العملية التقليدية بالأول إذا كان الجراح عم يتمرن عليها بالأول بتاخد وقت وهودي البراغي اللي بنحطن بالظهر كمان متل ما نكون شايفين بسقوب صغيرة بالظهر من فوض البراغي هيدا عملية شو؟ هيدا عملية على عدد على عدد التاورز اللي شايفينون دكتر هيدولي الجتات؟ لا هيدا هيدا من قلب عملية طبيعية لا عايش الزلم طايم دكتر بدأ أسألك بس شايفين متل هوني متل ما نشايفين الفرق لا بدونا صورة تانية بليز لنشوف الفرق بين قبل العملية وبعد العملية صح؟ متل ما نشايفين ايوا هون البراغي اللي شايفينو البراغي الحديد وشياش الحديد مظبوط طيب نحن نسمع عملية الديسك بالطريقة التقليدية ما بتكون ناجحة ما بعرف لها عندنا هيدا المعتقد انه جمالا الديسك ما بيكون ناجح كيف اذا بعملية هالقدة دقيقة وبيجرح كتير صغير؟ بدي برأيي انا لجاوب على سؤالي العملية بشكل تقليدي لازم تكون ناجحة اذا عملت بشكل مظبوط اذا عملت للمكان المتضرر بالظهر العملية التقليدية هي لازم تكون ناجحة اذا عملت بشكل مظبوطة واذا كان عم نداوي المكان اللي هو فعلا عم يسبب الوجع متضرر اوكي فاذا ناجحة هيدا الخبرية اللي بتقول انه نسبة عالية من العمليات بالظهر ما بتكون كتير او مش مش يعني خلينا نقول ما بتوصل لشفاء تام تما نقول ما ناجحة لان مشكلة الظهر مش متل مشكلة الركبة او مشكلة الحوض بالظهر في عنا عدد كبير من المفاصل ومعظم التكلس يما التقدم الانضراب بالخرزات الظهر ما بيصير بس بمنطقة وحدة بيصير بمنطقات مختلفة بالظهر يعني هالوجع اذا كان سبب وجي من عدة مطارح بالظهر نحن اجمالا بالعملية التقليدية نحاول نشفي يما نداوي المنطقة اللي هي الاكتر شيء متضررة عاو بتتركوا باقي المناطق بعد فيه مناطق تانية بتكون فيه ابتداء اقل ضرر كرميل هيك المريض بالعملية التقليدية بعض من عوارده تتحسن اما البعض التاني اللي هو جاي من مناطق مختلفة ممكن نتحسن طيب بالعملية الجديدة اللي هلا كنا عم نشوف صور منا قديش فيه نسبة شفاء اكتر بالعملية الجديدة هي بتعطينا اكسية متل ما شفنا من جرح صغير منقدر نتوصل انه على كل العمود الفقري معظم العمود الفقري اللي هو متل ما ننا شايفين مع واجهونيك الاكسية تبعنا صار احسن يعني نسبة شفاء اكتر يعني بالنتيجة عم نعمل عمل كامل اكتر مزبوط يعني عم نعمل تاركيتنج لكل الديسك اللي عنده مشكلة والعصب المعصوصة عليها اوكي يعني نسبة شفاء اكتر تتفاوت بحسب تجاوب الجسم مع العملية بحسب قديش الشخص يلي عمل العملية قدر يتوقع متل ما بيقولوا بدك تتوقع مزبوط؟ مزبوط هلا في المريض كمان علي بارتيه من الشفاء طبعه هو انه يعمل الرياضة اللي هو لازم يعملها والتوقع اللي هو اللي هو لازم ياخده والاحتياط بس كمان بحبق الفتلك نظريك انه متل ما انك شايفي بالتقنية الجديدة اللي عم نستعملها نسبة الجرح هي صغيرة الاوجاع بعد العملية بتكون اخاف من العملية التقليدية لانه بالعملية التقليدية بنعمل جرح كتير كبير لحتى حجم الجرح بيكون مع حجم العملية كل ما كبريت كل ما الجرح كبير بينما هون عم نعم بنفس الجرح الصغير عم نقدر نتوصل انه نعمل عملية كبيرة على كل المناطق يلا بتكون متأزايب ومثل ما شفتي البراغي منحطهم بس بسقوب صغيرة بالظهر ما منفتح الظهر بشكل كامل وهي ده بساعد المريض انه فترة المعافية تكون اسرع هالتقنية بدأت بلبنان او بعد؟ تقنية عم نحاول نجيبها على لبنان وانا بحب ننوي باسم الدكتور توني تانوري اللي هو انا بتشرف انه بكون بارتونير معه بالوقت الحالي وهو بيكون خيالي خيالي ايوه هو اللي بلش بهالتقنية من عشر سنين يعني هو اللي عملها ريفولوسيون للتقنية هاي ده ونحن عم نحاول بما انه شفنا واختبرناها لعشر سنين وشفنا نتيجة اديشي هي مهمة عم نحاول نجيبها ونطبقها ونعلمها بس يعني امك من بيت تانوري وبيك كمان؟ مزبوط تانوري عائلة كبيرة عنا فوق بي عائلة بس بيقربوا بعض شيء من زحلة تاربي بعيدة كتير يعني اذا بترجع الى يمكن جد 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 رقم عشرين في يمكن يعني بس انه امك بتصير تقول اسمي شو اسمه؟ مينيرفا تانوري دوتورا مينيرفا تانوري تانوري اكري تانوري بس كان عندي حشية اعرف لانه قلي خالي ولقيت انه من نفس العيلة بالعيلة امه وخاله خاصة نعرف العيلة من زحلة تانوري كري ايوا طيب خلينا نرجع شوي الاجواء العملية من بعد كل هالمؤتمرات ورشية العمل اللي عم تعملوها بالاشتراك مع طبه اجانب ولبنانية وين مستوى اللبناني او طب اللبناني من المستوى العالمي بشكل عام ما عم نحكي عن هالعملية لانه قلت انه بعد ما طبقت مية بالمية باللبنان تعرفين احنا اللبناني يسبقين بكل شيء اذا كان في تكنولوجيا منسمع فيها اول شيء اذا كان فيه ومنجرب نطبقها فالشعب اللبناني ما بنخاف عليه ممكن يكون فيه اشي عم تحصل بالخارج ومنه هو حاطة ايدو فيها بس اول ما يشوفها ويتعلم عليها بالقطة الضغرة ونحنا عنا هاي الساة كبيرة ونحنا شعب لبناني بالنتيجة يعني ساتنا كتير كبيرة بالموضوع هيدا مش اول سنة عم بتجربوا هيدا التقانية على الجتات باللبنان مازبوط 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 هلأ كنا عم نحكي تحت الهواء انه بعض بلبنان ما عنا سقافة حتى واهب الاعضاء يعني برا صار عندهم سقافة واهب جسمهم لما بعرف لا يوصلوا يمكن مازبوط بالنتيجة في عالم بيحسوا انه اذا واهبوا اعضاءهم للعلم مازبوط مازبوط يعني يعطوا اعضاءهم يهبوا لحد بحاجة له هيدا عمل كتير نبيل وانساني هلأ كتير خير الله بس معظم المرضى اللي يأمل الاشخاص اللي وهبين اعضاءهم جايين من الخارج وهيدا موضوع شوي حساس وفي دبيت في عالم لازم نعمل غير موضوع بما يخص الموضوع طب انتو بحاجة له لانه ما فيك تجيب تتمرني فكرة نظرية وتخليها وهمية ونظرية بديك تفرج تطبق على جسم الانسان وما في اقرب من جسم الانسان الى جسم الانسان تاني والافضل انه تطبق بالاول على على جسم لسه محله اذا يكون واحد يعمل الاكسperience علي واصلا بيكون بعاني من مرض كمان او مضروري ما ضروري لانه الاناتومي هي زيتا وحسب الاناتومي نستعمل كمان اكس راي كما نشايفينا في ال اكس راي ماشين بالصورة هي كم نستعملها يعني نحاول نخلق حالة كثير واقعية لحالة نعملها تقريبا نفس الشي بقلب العمليات الطبيعية كم طبيب هون فيه؟ مجموعة كتير كبيرة حالة تقريبا على كل ستيشن نعملها فيه بحدود بين الاربع واثمان اشخاص عم نحاول قد ما فينا نزغر العدد لحتى يستفيدوا اكتر مزبوط من خلال العلم مثل ما اننا شايفين فيه هني محطيات صغيرة بكل محطة فيه طبيب متخصص عم بيشرح تقنية تقنية معينة ومثل ما قلنا مشي بس المؤتمر هو منه بس بخص جراحة عمود الفقري كما بتخص جراحة المفاصل والجراحة الحديثة لعلاج ألم الظهر وجراحة مثل ما قلنا الـ اللي هي الكتف والمعصول بشكل سريع لأنبطل معنا وقت في مشروع انه يجأ تجهد التقنية على لبنان كنت عم بتقول على أمل عم تتواصلوا مع مستشفيات؟ مزبوط وفي عنا كتير أصدقاء أطباء موجودين هون بالبلاد وعم يعني هو مشروع تحت قاية الدرس وأنه بالمستقبل بيصير في عنايها التقنية هون ونصير نطبقها بشكل روتيني من 28 إلى 30 شهر رح بيصيروا الورشات والمؤتمر وين؟ بفينيسيا حوني ببيروت والأماكن أكيد مجهزة والأماكن مجهزة والترافو براتيك رح يكون بالـ بجامع الـ نحنا نشكر حضورك معنا أهلا وسهلا فيك نتمنى أنه عن جد توصل هذه التقنية على لبنان لأنه كل ما يخص الطب نحنا أكيد بحاجة لأله نحنا رواد فيه أي ساعة يبلش المؤتمرات؟ اليوم بلشنا عمليات تطبيقية بلشت على الساعة سبعة ونص الصباح بالـ والمحاضرات بتبلش تقريبا بين الساعة سبعة ونص وثمانة الصباح حسنا شكرا لك دكتور شادي تنوري أهلا وسهلا فيك نتمنى لك التوفيق يسعد صباح برأيكم نرشا